موسيقى بداية نحن نريد نشكر الدكتور محمد بريسم هاتف مدير مستشفى الواسطي مدير عام مستشفى الواسطي لجراحه بحقيقة تصلوا بنا اليوم الأخ عديد جابري والإعلامي في مستشفى الواسطي تصلوا بنا وقالوا اننا خبرونا انو استقبلوا هاي الطفلة نرجس وليه اسا هتشوفون المناشدة ما لتبوها خلي نشوفها هاي موسيقى 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 وناشد استاد حكيم وناشد برامج طاق بطاق ورد طاق ببتة بشارب الله وبشاربكم وعلى الله وعليكم موسيقى 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 ايودي صوت الستاد حكيم رحم الله والديك ايو والله خير رب الخير هو رحم الله والديك موسيقى ان شاء الله رحم الله والديك المسودة ايو والله لدى سوي العملية رحت المستشفى خمس مرات ست مرات ماكو علاجات كلها خمسين وميه موسيقى ايو متابعه خوش برامج وعاش تديكا رحم الله والديكا واني تخيل الله واتخيلكا فالدكتور محمد بريسة مهاتف مدير عام مستشفى الواسطي اهتم بالموضوع وارسل على الطفلة والطفلة راحت معاية ابوها ودز على دكتور اثير برهان الدين وديقوهم الان بعملية الفحوصات وده يتابع هذا الموضوع دكتور محمد بريسة مهاتف فمشكور مدير عام مستشفى دكتور محمد بريسة وايضا مشكور الدكتور اثير برهان الدين ومشكورين يا كادر مستشفى الواسطي وعلى ذكر هاي الحالة بالمعكوس بالحالة المعكوسة باحاكم مريض مصب بفلاونزة الخنازير جاي بي من المستشفى بالطوارئ وخلوه وهي المرضى ما للطوارئ فقط اللي لمسوا الكمامات هما الكادر الطبي والمرضى ما لبسوهم الكمامات على ما عدنا هذا الحدشي ما يصير مستشفى الشيخ زايد هذا الحدشي مصحح هذا الحدشي كان المفروض هيك حالة تنقل الى مكانات معزولة حالة احنا ندرسة اكون تقريبا 15 اصابة بعمم العراق بهاي اليوم ظهرت باحا ظهرت بغداد ودخلت ويا الطوارئ ويا الناس يدخلون للطوارئ وهدول احتمال يكون قد اصيبوا اصابتهم العدوى فهذا الاجراء غير صحيح وهذا الاجراء مو صحيح وهذا الاجراء يؤدي المواطن العراقي واطالب كل المستشفيات انه تتخذ الاجراءات الوقائية الصحية الصحيحة لان احنا يعني ما عايزين اننا نتمر اطبعات وما عايزين بعد يصير بينا ما يصير بينا خاصة ايضا ايضا ناشد نقابة الاطباء للتدخل في حسم او تحديد سعر جوع الكشف للطبيب الفحص انها الاسعار عالية وذول اطباء مهمتهم الاولى هي مهمة انسانية الربح او الثراء على حساب الموضوع العراقي مصحح فطالب نقيب الاطباء العراقيين بالتدخل في هذا الموضوع ووضع وضع تسعيره للفحص هاي التسعير اليوم اليوم لا تقول خمسة وعشرين وثلاثين لا موسطة خمسة وسبعين خمسة وسبعين الف يعني الفقير ما يقدر يطيب وين يتعالج اخوان هذا مصحح قابتنا طباء سيد دقيب لطباء العراقيين انتبهوا لهاي الحالة ايضا نقابة الصيادلة نقابة الصيادلة يطالبها عن تدعو الصيادلة الى تحديد اجوه ربح رمزي لانه هذا المواطن ما عنده مين يجيب ما عنده مين يجيب شوية خلوا الله بين عيونكم انتو يتقومون بخدمة انسانية هاي الخدمات الانسانية ما المفروض انت اصلا يعني الاجر اللي تاخده رمزي انت ملاك رحمة بتاع الانسان يعني اقسمت على اداء وظيفتك او مهنتك بشرف فهذا ما يصير هي دعوة نقابة الاطباء والنقابة الصيادلة بان تحدد اسعار خاصة بيجوه فحص الاطباء بالاخص الاختصاص كفت موضوع يعني حقيقة عندنا المسؤولين اللي يتنا النادي بيهم ونقولهم يا بي لا تطرقون لا تسافرون بالعكس اشتغلوا 16 ساعة و20 ساعة لا تنامون وذا نمتوا ناموا بعين وفتحوا عين لاحظ اكو درجات من مدير عام فما فوق هذول يداوم في دائرت احة ثنين ثلاثة الاربعاء يسافر لول الاردن لول لبنان اربعاء وخميس وجمعة وسبت طبعا عوائل ومهنة يا اخي اذا انت مدير عام او وكيل وزير او وزير او بدرجات خاصة يا اخي اذا انت جاي للوظيفة تشتغلك ثلاثة ايام اربعا ايام بالاسبوع هو هذا الصح احنا دارينك تشتغل بالاسبوع سبع ايام ومن سبع ايام 20 ساعة باليوم النوبة انت مسلك هي ورايح ما ترى وين بعمان وبالاردن ولبنان يا اخي يا اخي ما يصي وبعدين اكو قضية كلش مهمة اكو ضباط كبار ضباط كبار عوائلهم في تركيا ودي طلبوا اللجوء زين ما يدري هذا الضابط الشبير اللي عائلتها تطلب اللجوء والي طالعين برا خارج العراق زين هذا مو ممكن ان ينسق ويا الارهاب ينسق ويا المجرمين ينسق ويا المقلوبين طالب اللجوء يعني ما شايف يعني ضابط شبير بتركيا مسافر ومسافر مدروين العمان ومدروين ولبنان ما ادري انو والله اول مرة اسمع ضباط يسافرون اول مرة اسمعهم ضابط ممنوع من السفر ضابط ضمن القانون السابق ما ادري لاحق خلونا يسافر بس لمسألة امنية هو المقلوب ما يسافر الدولة منعه الوزارة منعه النوبة يسافر هو اهله ويبقون اهله ويطلبون نقاية اقامات دول اربية ودول غربية مثل ما مدير عام شبكة الاعلام العراقية يتزي افادات اكثر من خمسي موظف افادات يروحون الهناك يطلبون اللجوء بدول الغربية والدول الاوروبية وهم موظفين ويتم منحهم اجازس سنة بعلم المدير العام وبعد بيكمنون ويحصنون اللجوء هذي يجون يقولون انقلنا المكتب بفلان مكان هذا حاج شي راي عيب عيب هذا عيب عيب ما يصنو هذا الحاج شوان يصير موظف على حساب الدولة وبعدين هناك يطلب لجوء ويأخذ الجهاز السنة ويرجع يطالب المدير العام هو يعين المكتب العراقي بغير مكان هذا شو الحاج هذا شو الحاج دكتور محمد عبدالجباغ الشببوت هذا شو الحاج هاي شو تقبلون عليها سيد رئيس الوزراء هاي تدري بيها سيد رئيس مجلس النواب تدري بيها هو هذا الحاج الصحيح ما يصير عيب والله عيب عندنا عودة والموضوع مهم جدا وصلتنا ملفات فساد مالية كبيرة في المصارف الحكومية والمصارف الاهلية رح ننشوها بعد ما نجمع كل الخيوط وهي الخيوط بها رؤوس رؤوس كبار وعلى ذكر هذا الموضوع هيئة التقاعد هيئة التقاعد قاعد تأخر تقاعد المتقاعدين أولا هم كبار بالسر وراهم إيجارات وراهم أبو خط المولد وراهم هو طبيب لأنه تدري أغلبهم أعدهم من هاي الأمراض المزمنة يعني ما فكرتوا هيئة التقاعد يا مصارف يا مدر منهم المسؤول على عملية صرف غواتب تأخروهم خمس ستة يام بالشهر ليش لو سبعة أو عشرة بحجة جواهية هدولا تقاعد موجود أعدهم صوفوا لهم يا بالوقت المحدد قلوا لأ أنت تأخذ تقاعد بهذا اليوم حتى يعرف عدنا قسم من منتسبي الجيش العراقي في مناطق ساخنة صار لهم أكثر من ثلاثة شهر ما يستلمون راتب لأن منقلين من هاي الفرقة لهاي الفرقة ولحد الآن هذول الأبطال الجيش العراقي ما مستلمون راتب وعدنا بالفرقة السابعة بقاعدة عين الأسد الأسلحة اللي موجودة بالقاعدة ما توازي أو ما تقدر تجابه الأسلحة لعد الإرهاب العصابات فاحش وهذا الخلل خلل بالتجهيز خلل بالتجهيز وهذا المفروض ما لا علاقة بالميزانية والموازن لأنه هذا تجهيز سابق المفروض الأمومة ما لهذا إيرانية الصنع العفو أمريكية الصنع القنبرة إيرانية هاي ما ترام على هاي بصير هذا الحجم بعدين أخوان في وزاعة الدفاع ليش ما تعيدون العمل في عمليات التصليع العسكري إحنا دنجابها عدو محتاجين هذول نجاة التصليع العسكري إن نعيدهم حتى يصنعوننا صنعنا على القرية العتاد وهم ما شاء الله كانوا تغسين الجبهة بالإصلاح إصلاح والعتاد يعني ليش ما ترجعون هالأشخاص اللي من الممكن أن يكونون دعم للأجهزة الأمنية والأجهزة القوات المسلحة هذول تصنيع العسكري هذول كلهم خبرة رجعهم يعني قنبغة الهاوة الممكن ما استوغدها يصنعها وانتهى الموضوع حتى 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 الرصاص قسم كثير من العتاد فاسد تم استيرادة وهو فاسد طبعا بصفقات أسلحة مشبوهة يا أخي رجع دولة إذا إحنا ما بوقت يعني ما بوقت أننا نبوق ما ما أكو بحد الشي دي يعني تبوق اتأذي يعني رجع دولة رجع دولة أحسن من يطلع حدنا فلوس بقى رجعهم دولة أصرفوا لهم رواتب ورجعهم أشغلهم يعني أحسن من ما أستود إسلاح وعتاد عندي الإمكانية أنه أصنع أصنع وحنا بثمانينات القاضي الماضي جدا نصنع ليش من رجع نصنع وعلى ذكر التصنيع وين معاملك يا بشغ الصناعة ليش بتعيد تأهيله ليش بتعيد تأهيل المعامل ليش معاملك واقفة ليش ماكو خطة للإنتاج المحلي وتدعمه وتدعمه وزارة التجارة وتدعمه الزراعة يا أخوان شغلوا هاي المعامل هاي المعامل همنا تتخدم البلد من الناحية الاقتصادية وتخدم البلد مش شغلها يعني عاملة مهيها الشكير شكرا لكم مشاهدي الكرام والتقي لكم إن شاء الله بحشاية جديدة وهمتك قبطك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم